أهلا بكم مشاهدين الكرام لعقود طويلة عانى صعيد مصر من الإهمال والفقر والتهميش ومع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكمة كان الصعيد بأكمله على موعد جديد مع نهضة تنموية غير مسبوقة على المستويات كافة وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة وقد تجسدت تلك الرؤية في إطلاق مبادرة حياة كريمة لتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي ترعاها الدولة بشكل كبير خلال المرحلة الحالية فكان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من المبادرة الرئاسية والتي تعد بمثابة العصى الصحرية التي غيرت وجه الصعيد فبلغت حجم الاستثمارات الحكومية المواجهة لمحافظات الصعيد خلال عام 2021-2022 حوالي 39 مليار جنيه وبلغ نصيب محافظات الصعيد في المرحلة الأولى من المبادرة ثمانية ونصف مليار جنيه حتى مارس الماضي كما سعت مبادرة حياة كريمة لحل الكثافة السكانية في محافظات الصعيد وعملت على توفير تعليم جيد لأبنائه عبر بناء وتطوير عدد من الفصول والمدارس التعليمية إيمانا من الدولة بأن التعليم الجيد هو القادر على تقديم أعضاء فاعلين يساهمون في رفعة وتقدم الوطن وقد ظهر ذلك جليا في إنشاء 130 مدرسة بمحافظة سهاج بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعية هذا بالإضافة إلى إنشاء 15 مدرسة بمحافظة الفيوم أما في التعليم الجامعي بلغت مشروعات التعليم في محافظات الصعيد 168 مشروعا شملت إنشاء 6 جامعات خاصة وتكنولوجية وأهلية لتوفير تعليم جيد ومواكب للعصر لأبناء الصعيد ويعد مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة أحد أهم المشروعات التي تعمل على تنفيذها مبادرة حياة كريمة ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ومن بينها الصعيد حيث من المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدة المحلية القرىوية المستهدفة لإنهاء معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وفتح الباب أمام الاستفادة من جهود الدولة في ملف تحول رقمي والحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا لأبرز ملامح التطوير الذي شهدته قرى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة أشكر حضراتكم ورطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر